تغريدية كيف ستواجه الفساد وهي لا تمتلك إلا الرأي شكرا جزيلا أستاذ أهل الإستضافة تحية لك والضيوف والمشاهدين وحقيقة أحييكم على هذه المقاطع للمتظاهرين ولساحات التظاهر التي حقيقة تهز المشاعر وقناتكم الموقرة هي مشاهدة ليس في العراق حسب وأنما جميع بلدان الدول العربية فبالتالي رسالة واضحة بأن الشعب العراقي حي الشعب العراقي لديه الوعي الكامل الذي يؤهله إلى تغيير مجريات الأمور الخاطئة السلوكيات المنحرفة كل الأخطاء التي رافقت العملية السياسية منذ عام 2003 ولحد الآن وربما قبل هذا التأريخ لأن هذا الجيل الوعي يحسب على جيل الديمقراطية جيل بعد عام 2003 هو جيل الديمقراطية الديمقراطية أتت بعد الدكتاتورية فبالتالي هذا جيل الديمقراطية جيل الديمقراطية كان ميؤوس منه لأن الأحزاب التي أتت على سدة الحكم هي أعطت إفيونا ليس بالإفيونا القليل إلى الشعب إفيونا الطائفية ما بعدهم بس رأيي المتظاهرين برأيك يقدرون برأيهم ما أعتقد فقط رأي السلطة بالعكس رأيي شبيدهم لا 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 شعارهم الريد وطن وسلميتنا فقط الأسرار والصبود والثبات هذا أقوى السلاح يعني بيد الشعب ثانيا الشعب مصدر السلطات هذا ما جاء به الدستور لكن عمليا في مجريات العملية السياسية لم يجسد هذا المفهوم ولم تجسد هذه المادة الدستورية عمليا الشعب فقط ينتخب أما اختيار الحكومات والوزارات وحتى باقي المفاصل هي من الكتل السياسية بالتالي حتى دستوريا لم يعطى الشعب كاملا أنه مصدر السلطات طيب الآن وفق هذه يعني التظاهرات الحية الواعية منذ أكثر من 120 يوما أعطى الدليلا أن الشعب رغم الدستور الذي لم يعطي أنصافا للشعب رغم الممارسات التي صادرت حقوق الشعب الآن يأخذ الشعب حقه بهذا الثبات إنجازات كبيرة استقالة حكومة قانون انتخابات مفوضية إصلاحات الآن حكومة جديدة مع تحفظي على الآلية التي أتى بها السيد علاوي رغما هذا هذا من ثبات المتظاهرين إصرار المتظاهرين على أهدافهم هذا السلاح القوي الذي يهزل عروس نتعمق بالموضوع أكثر لكن بعد هذا الفاصل أعتذر منك روح فاصل ونرجع ترجمة نانسي قنقر